أحتوي الجميع أكيد لأنه دور حضرتك بصي حضرتك التعبير الإحتواء ده تعبير يمكن أن أقول مش دقيق لأنني لا أحتوي وإنما أنا صدري وقلبي مفتوح للجميع أنا النهضة في غرفة النقيب رضا البعض البطرة جيدة جدا دي أن يرفع صورته من المجلس يعني في غرفة النقيب عليها صور جميع النقباء الذين مضوا من يام مصطفى كامل وأنك الزعيم بس مش نقيم هو أيام أبرايميل الباوي بقى كله كله وعبد العزيز فاهمه ففيه بمحامين طلبت أولا جاء البعض يهتب ضده فأوقفته قلت له غير مسموح أن حد يهاجم الأستاذ النقيب نمر اتنين طلب البعض برفع صورته قلت له هذا التاريخ أنا لا أنا مش صاحب نقابة المحامين وأنا لا أملك رفع هذه الصورة ولا أجوز لأحد أن هو يرفعها إذن أنا صدري مفتوح مش احتواء صدري مفتوح أنا أتمنى أنه يتعاون ولكن البوادر تقول غير هذا بس إنما أنا عن نفسي أتمنى أن يتعاون معالي المستشار تسمح لي من برنامجنا وإحنا نقول أو نوجه دعوة للجميع بأن النقيب الكبير الأستاذ رجائع طيّة من أجل مصلحة العامة والبلاد والنقابة والمصر بالزبط كده شكراً فانو طيب عاوز أسأل حريك مين أول واحد رفع السماع عليك وبرك لك؟ أموت أموت تحدث وإحنا بمبرك لهم على فكرة من برّة من خارج الأسرة من أسرة المحامين تقريباً ربما كان من اللافت أنتصل بها أسرز لها من المنافسين مثلاً طيب. لا لا لا. هل أحد يتصل من المنافسين يا فندم؟ لا يوجد منافسين الذي هو الأستاذ سامح. والأستاذ سامح. يعني الآخرين لم يكنوا منافسين حقيقة. كان هناك قايمة. لا. في القايمة حاجة. والمتنافس على موقع النقيب حاجة تانية. فالذي كانوا متنافسين على موقع النقيب لم يكن شيء. هناك أي مواجهات أساساً. يتصل بي أساد زيتي يهنئني. أساد زيتي أساد زيتي. يعني الدكتور فتحي والد أستاذي. يا أستاذي. ويسبقني في التخرج بثمان سنوات. وفجأتي به يتصل بي يهنئني. الدكتور أحمد فتحي سرول. اختلفي اتفقي معه كما تشاءين. ولكنه أحد علامات القانون في مصر. اتصل به مدة طويلة جداً للتهنئة. فدي علامات. دي روح الفرسان يا فن. روح الفرسان وأن مصر بخير. مصر بخير. وفيها عناصر طيبة. وعشان كده قلب مفتوح. مجرد تهني. ولا ممكن نقول مثلاً كان فيه توصيات. فيه نصائح. لا يا فن. لا توصيات ولا نصائح. طيب. يعني التوصيات مش بالمعنى السيء يا فن. بمعنى سيء. بمعنى أنه مثلاً. مثلاً. أو مشهورات. يعني كلمة الاتصالات لمحض التهنئة. طيب. طيب.